جدد البرلمان العربي رفضه لما صدر عن تقرير منظمة العفو الدولية من معلومات غير صحيحة ومغالطات لا تستند إلى حقائق أو أدلة موضوعية بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين وذلك خلال جلسة البرلمان العربي الثالثة والتي عقدت برأسة سعادة السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة وأكد البرلمان العربي أن التقرير ابتعد عن المهنية والموضوعية ولم يقدم دلائل حقيقية لما يدعيه من اتهامات قائمة على الكذب والتضليل وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع الضوابط الأساسية التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة لرصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان والتي ابتعدت عنها المنظمة في التقرير الخاص بها وفي بيان المجلس خلال الجلسة تم التأكيد على أن تطرق منظمة العفو الدولية في تقريرها إلى قضايا قالت فيها مؤسسات القضاء البحريني كلمتها النهائية وهي مؤسسات معروفة بنزاهاتها واستقلاليتها يعتبر تدخلا سافرا وغير مقبول في أعمال القضاء الوطني البحريني وفي الشؤون الداخلية لمملكة البحرين كما شدد البرلمان العربي على أن منظمة العفو الدولية تجاهلت في تقريرها واقع حقوق الإنسان في مملكة البحرين وما حققته من إصلاحات واسعة في هذا المجال على نحو ما أكدته تقارير المراجعة التي تصدر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فضلا عن عضوية مملكة البحرين بمجلس حقوق الإنسان للفترة من 2019 حتى 2021 وهو ما يفند المزاعم المغلوطة والإدعاءات التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية والذي يمثل تجنيا على ما حققته مملكة البحرين من إنجازات مشهودة في هذا المجال